زي الجماهير النادي الأهلي بيحتفلوا على سوشيال ميديا بالفوز الكبير اللي حققوا النادي الأهلي بالأمس على اتحاد جدة السعودي بثلاثية في كاس العالم للأندية مباراة قدم فيها نادي الأهلي كل ما يستطيع قدم أداء كبير جدا وممتع طول المباراة وبكده الأهلي بيصعد ليه الدور قابل النهائي في كاس العالم للأندية وهيقابل فلومينينزي بطل البرازيل دي المرة الرابع على التوالي اللي بيصعد الأهلي لقابل نهائي كاس العالم للأندية خليني نرى تفاصيل أكتر عن الماتش مع سعيد علي الناقد رياضي بنوارنا في صباح الخير bye صباح الخير عليك يا سعيد بنوارنا صباح الخير عليك يا أستاذ الجمعينро صباح الخير عليك أستاذ شازل أهلام بيك صباح الخير هي أن الماتش المبارح كان حماسي جدا وحقيقي كان حلو جدا مش هنتكلم بس فكرة أنه أداء يعني لا بأس به مثلا بس كانت النتيجة في صفنا لا الأداء كان حلو جدا الشورط الأول ابتد النادي الأهلي بحماس وبقوة واستكمل كمان في الشوط التاني ودي يمكن من الحاجات اللي بنشوفهاش كتير الحقيقة مش بس في الأهلي احنا يعني بنعاني يمكن من الأزمة دي من الآفة دي لكن احنا شفنا الأهلي على مدار الشوتين أداء قوي جدا حماس بين اللاعبين حتى يمكن التراغم بين اللاعبين كبير جدا وفريقة حاجة ده فيه يعني لعيبة كبار جدا طبعا يعني الحقيقة كان بالنسبالي بشكل شخصي شفته ماتش مفاجئ جدا من نادي الأهلي خاصة الندر أهلي في الفترة الأخيرة بيعيش مرحلة تزبذب على مستوى الأداء على مستوى النتيجة شكوك كتير دخلت في الفريق شكوك كتير حصرت المدير الفني مارسل كولر بداية سيئة جدا للموسم بخصارة السوبر الأفريقي ثم دور السوبر الأفريقي ثم تعصر متتالي جولتين في دور الأبطال الأفريقي عمام يانجي أفريكانز وشباب بروزداد كل العوامل دي خلتك في محل شك قدام تجربة كأس العالم الآن دي خاصة زي ما حضرتك قلت لما الأمر يرتبط بفريق يقوده كريم بن زيمن جولو كانتي فابينيو أسماء عملاقة ميزانيات مفتوحة وإنفاق غير محدود من بداية الصيف الماضي تم في اتحاد جدة تغيير المدير الفني في توقيت كان الهدف الأساسي منه هذه المباراة مباراة الأمس اتحاد جدة والأهلي فبالتالي كل هذه العوامل المحيطة زنب الراجل ده كل العوامل كانت بتقول أن الأهلي في اختبار صعب جدا اختبار معقد جدا كن لكلنا كمحللين كنقات بنتحدث قبل المباراة عن الأهلي كونه القسم المستضعف أو الأقل حظا في الفوز بالمباراة فكان مفاجئ ليا بشكل كبير أن النادي الأهلي يفرد كلمته ويفرد صطويته على المباراة يتحكم في كل شيء يفوز بسهولة مفيش أي صعوبة يقزم اتحاد جدة ويقزم لعابيه سهولة وجدارة الحقيقة أكيد كان فيه تعجيز كامل سواء للإدارة الفنية لاتحاد جدة على الخط أو حتى للنجوم الفريق داخل الملعب كان فيه تعجيز كبير جدا جدا الأهلي ظهر بقوة أجبرت الجميح هناك أنهم يعترفوا بقيمة الأهلي وبإسم الأهلي وبإسم الأهلي وبإسم الأهلي بعد ما كان فيه لغة استهانة قبل المباراة فبالتأكيد كانت بداية كنا محتاجينها مدلولة على قوة اللعب المصري ما زال قادرة على مجابهة أهم الأسماء ومهما كانت الميزانيات اللي بيتم ينفقها ما زال الأهلي قادرة على أنه حقها انتصارات كبيرة طيب أنا هعوز منك تحليل لأداء كل لعيب في مركزه لكن خلينا نقسم المباراة بشكل عام في البداية وفنيات المباراة تلت وتلت وتلت بالنسبة للتلت الأول أداء نادي الأهلي فيه كان عامل إزاي؟ طيب خلينا أقول معك من البداية أهم سبب شفته في انتصار الأهلي هو كان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وزي ما بيقول دايما جوزي مورينيو أسطورة التدريب البرتغالية والعالمية أن المباراة بتبتدي في المؤتمر الصحفي وتنتهي في نفس المكان ده مهم جدا في الإعداد الزهني والإعداد النفسي ده حصل إزاي أو لمسته إزاي أو شفته إزاي تصريح محمد الشنوي الأول أننا جايين للصعودية علشان نحقق إنجاز جديد خلاص إحنا مش هدفنا برونزية إحنا حققنا برونزية كتير إحنا جايين هنا نعمل حالة جديدة إذن هنا هو تجاوز اتحاد جدة هو بيقول أننا خلاص عديتك أنا بفكر في اللي جاي فكان مهم قوي الرسالة دي لنا كجمهور أولا ثم للمنافس وصلت للمنافس أنا عايز أقول لك يا شازلي أن حقيقي أحد أصدقائي بيتكلمني من المملكة قبل المباراة هو ليه جمهورة تحاد جدة خايف هو ليه جمهورة تحاد جدة عنده شكوك في فرقته رغم إنه هو الأجهز والنجوم والأسماء الكبيرة فده نبع طبعا من إسم الأهلي يسمى من طريقة لتكلم بها محمد الشنوي اللي نقلت الشكوك من عندنا لعند المنافس وتأكد ده تماما لما تشوف كل التصرحات بعد المباراة يعني مثلا حسن لشي حسن بيقول إن إحنا ما كانش عندنا شك واحد في المئة أن إحنا هنكسب كان تركزنا كامل إحنا خلاص إحنا هنكسب يعني هنكسب طيب ليه أنت بتقول إن التصريحات دي مؤثرة على الجنب الآخر وتصريحات كريم بنزيمة كانتش مؤثرة على نادي الأهلي ساعة ما قال أنا لا أعلم عن نادي الأهلي الكثير ولكن الآن دي المصرية دي معروفة بقواتها البدنية كريم بنزيمة قال بشكل واضح جدا إن مواجهة الأهلي الموسم الماضي كانت صعبة جدا قال أنا لعيبة الأهلي كان مع ريال مدريد لعيبة وجهة الأهلي مع ريال مدريد وكانت مباراة صعبة جدا فكان فيه احترام لا كان فيه احترام واضح جدا من كريم بنزيمة للأهلي وفعلا الأهلي خلق صعوبات كتير لريال مدريد الموسم الماضي وكان ند في أوقات كتيرة وحتى دي 8 كان الأهلي قادر على تجاوز ريال مدريد بإسمه وعملقته وشخصيته ونجومه فبالتالي أيضا ده كان في صف لعيب الأهلي وكان بيزيد ثقاتهم في أنفسهم أعتقد كده مش هينساهم بقى خالص أعتقد كده خالص وتعرف قيدا لعن ده كده فيه عقدة لأن كريم بنزيمة فعلا في مباراة الأمس تشعر بأنه عاجس ومستسلم تماما هو وقف خلاص أنا يعني مش من عادة بنزيمة ولا من عادة نجوم ريال مدريد في الجيل الحالي بالتحديد الاستسلام أمام أي منافس لكن أنا شفت حقيقي استسلام وده يعود فعلا لحالة التركيز الشديدة اللي كان عليها الناد الأهلي عودت أو استعادت ليه طيب غيبة ليه أنا عايزة أعلم لأنه في الناد الأهلي في البطولة الأفريقية مش زي ده خالص في الدوري مش برضو مش زي ده لأسباب أولها استعادة الدوافق بيان الناد الأهلي قبل أسبوعين عن اجتماعه مع الجهاز الفني واجتماعه مع لجنة التخطيط أنه رصد ما وصفه بحالة تشبأ وكان فيها تحذير تلاها تلاها بعد التعصرات خصم للعبين وتهديد بخصمة أكبر هنا أنت حطيت اللعيبة جرس إنذار ثم لما تروح تلعب منديال فأنت مش بحاجة لتحفيز يعني أنت خدت كل البطولات المتاحة المسلم الماضي فبالتالي بتلعب ببعض الطراخي في انطراخة المسلم لكن لما يتعلق الأمر بكأس العالم الأندية واحتمالية مواجهة جواردولا ومواجهة بنزيمة ونجوم فأنت هنا مش محتاج ما يسير دوافعك وحوافزك رقم واحد رقم اتنين انتقال الضغوط منك إلى الخصم لما تكون طرف مستضعف أو أقل حظ فبالتالي انت ضغوطك أقل يعني مقبول أن يخسر الأهلي من كريم بنزيمة مقبول أن يخسر الأهلي من فريق أنفق قرابة 300-400 مليون يورو فبالتالي ضغوط عليك أقل مش منتظر منك الكتير فدايما اللعيب الأهلي لما تقلل من عليهم الضغوط بيقدموا مبارات قوي جدا فأنا بشوف ده أيضا كان من ضمن العوامل النفسية اللي أهلت اللعيبة يقدموا مبارات كبيرة وسعديتهم في أنهم يحققوا الانتصار ده حيامن لعيبة كمان اللي كان ليه دور كبير مبارح كهرباء يعني كهرباء كان صنع أكتر من هدف وكان ضغط برضه كانت ضغط في الأول كده على الحكم كهرباء يعني لعيب ما فيش نقاشة ليه يعني معروف أنه لعيب يعني قوي جدا ولكن خلينا قول زي أي لعب ليه زي بيقولوا كده يعني يوم ويوم زي أي حد طبيعي بس أمبارح كان أداء مختلف كمان بقى الكهرباء أتفق معاكي تماما وبالنسبة لي أنا شخصيا كهرباء هو نجم المباراة يمكن تم تكريم مروان عطيك نجم المباراة لكن أنا فعلا أتفق معاكي جدا أنه كهرباء كان أهم لاعب في الأهلي مش بس على مستوى التأثير والفعلية ومشاركته في ثلاث أهداف أنه بيحصل على ضربة جزاء بتفتح ليك المباراة ثم يصنع هدفين لزملائه مش بس في الجانب ده لا كهرباء لاعب الدور الخططي الأهم في المباراة من وجهة نظري تكليفه بالعودة لمنتصف الملعب علشان يعمل زيادة مع لعاب الوسط خلى الأهلي دايما زايد واحد في معركة وسط الملعب فبالتالي بزى الجهد أكبر من المعتاد أنه بيجري في مساحة أكبر لما يلعب في التلت الأخير بس كمهاجم غير لما ينزل كتير للوسط وعلى الأطراف فكان بيجري كتير جدا جدا واضح أنه كان فيه كلام كتير مع قبل المباراة عن الدور ده ودايما دي بيلجأ لها المدربين في المعارشات الصعبة أن أكلف المهاجم بأدوار مركبة أدوار صعبة أدوار بالخلف شوية بتبقى لما تكون أنت محطاط قوي أمام خصم خايفة نوعية حكم منك فلاقي بالدور بشكل قوي جدا ورغم الجهد الكبير المبزول في تلت الملعب الوسطاني ما أسرش عليه في مرضوده في التلت الأخير لا ده كان اللاعب الأقصر فعالية فبالتالي أنا أتفقد معاك جدا أن القهرابة كان نجم المباراة أقدم واحدة من أهم مباراته على الإطلاق صحيح أعتقد كمان من أهم العمال أو المشاهد اللي تبعناها مبارح أنه ما كانش فيه لعب بعينه مهتم أن الهدف هو اللي يسجله بالضبط يعني هو أهم حاجة أن الأهل يسجل أهداف مين هيسجل الأهداف مش مهم بالتأكيد بالتأكيد فكرة أن المنظومة فوق الفرد هو ده فكرة دايما بيرصخه الأهلي وبالتالي هو واحد من أهم العوامل اللي بيتميزه بتخليه متفرد يعني إحنا النهاردة لما نيجي نقول مقارنة الأندية المصرية العمومة مثلا بالأندية السعودية ممكن تلاقي غلبة للأندية السعودية لكن مش هتلاقي حد يتفوق على الأهلي لأن النادي الأهلي حقيقي يمتلك سيستم أقرب إلى العالمية أقرب للنماذج الأوروبية العملاقة عشان كده الأهلي دايما بيقترن بنموذج مدريد بيقترن بنموذج بيرون مونخ فبالتالي فعلا الأهلي يتفرد إداريا عن كل المؤسسات الرئيسية حواليه هل كنت متفق وهو بيبدأ بكوكا؟ كان عجبك أنه يبدأ بكوكا بدل ديانج؟ برضو دا خليتني شكوك ليه دا خليتني شكوك؟ لأن ديانج في الفترة الأخيرة سيء جدا لا خلاف على أنه سيء وسيء لأنه لا يؤدي الأدوار الهجومية المطلوبة فبالتالي في المباراة صعبة أمام اتحاد جدة منتظره دفاعيا لأنه بيدافع كويس بدني برجة الواسع التحامات فكان غريب بالنسبة لي أنك تخسر لعب اللي بيدافع كويس في التوقيت اللي المفترض يلعب فيه يعني نحن لما نواجه خصوم متكتلة وعايز تهاجم دور على لعب حريف كفاية ديانج بنقول أفشا يلعب مع أمام لكن في المباراة صعبة بدنية زي دي وإنت عايز تدفع كويس كان غريب جدا لكن كان واضح قوي أنه كولر عايز يهجم مش عايز يدفع وعشان كده هو كولر موجود مش هنا اللي موجود عشان كده كولر بيشوف التفاصيل لدرجة أنه قال بعد المباراة أن المساعدين في الجهاز الفني اعترضوا ليه كوكا ما طرموش موافقين لكنه أصر وصمم صمم إن كان أنا كنت في تحليل المباراة قبل المباراة وبشوف أنه جوله كانتي هو اللاعب الحر اللي بيتحرك ما بين المساحات وكانت فكرة كولر أنه يستعين بكوكا من أجل كانتي فقط شل كانتي أو حصار كانتي وتحديد أماكن تحركاته كان دور مهمة قوي قوي أنبي كوكا وبالتالي عجز الاتحاد جده وحرمه من أهم فكرة فكرة أنه إزاي بيتحول من التالت الأخير للتالت الأمامي الرجل اللي بيقوم ده هو كانتي ففكرة تحديد رقابة كانتي وأنك تحصره طول الوقت كانت مهمة جدا وحرمته من أنه يصنع الفرص اللي كان من المفترض يصنعها فبالتالي كانت فكرة زكية جدا جدا من كولر والنجاح كوكا بتركيزه والصنايات اللي قدر يفوز بيها يعني يساعده قوي قوي على أن يخرج بالشكل ده فبالتالي يحسب لكولر أنه شاف حاجة ما شافهاش حد غيره يحسب لكولر جرؤته وشجعته أنه في اختبار صعب زي ده بيخاطر وبيغامر بفكرة زي دي ودي العوامل اللي بتخليك تقول ده مدرب أفضل من ده وده مدرب يتميز عن الآخرين فبالتالي في كل مرة يعود كولر ويقول مجددا أنه مدرب كبير جدا طيب تكلمت على مروان عطان هو كان رجل مجرأة أو مانو دمعتش وكان كمان كهرباء كان يستحقها فيه أكتر من اللاعب حيث يستحقها لكن الشناوي الشناوي كمان دور مبارح كان يعني دور مهم جدا ده حقيقة الشناوي يعني يمكن ذكرت في البداية هو أنا بشوفه أكثر من مجرد حارس مرمى أو أكثر من مجرد لاعب داخل الفريق والجيل ده بالتحديد من نادي الأهلي يعني يعني يدين بفضل كبير جدا لمحمد الشناوي في كل إنجازاته وبشوف الشناوي يعني تميز يعني حراس مرمى في آخر 20 سنة 25 سنة بشيء مهم جدا إن أداءه أداءه الكبير وفعاليته الواضحة جدا مش مكترنة بحال المنظومة بمعنى أن حراس آخرين بيكونوا أقوياء في حال الفريق قوي لكن الشناوي في طوال الوقت حتى لو الفريق متواجد بصد بيقدر بيقدر يعني نتذكر أهم محطات محمد الشناوي هتلاقيها كان الفريق وايع وعنده مشاكل هتلاقي منتخب مصر في 20-18 في كاس العالم أمامه رجوي وغيره الشناوي أفضل لعب في الفرقة بينقذ الفريق طوال الوقت إحنا حالتنا متراجعة لكن طوال الوقت قادر يلعب ده فبالتالي كانت مباراة الاتحاد جدا استمرار لحالة الشناوي اللي طوال الوقت بتؤكد أنه فعلا يرصخ هنا بيرصخ مفهوم أن الحارس نصف فريق لا الشناوي كل الفريق فعلا بالتأكيد كانت ممكن تسجيل الهدف في التوقيت ده يعيد الشجوك تاني يدخل الخصم تاني لعب دور مهم جدا صاحب ضربت الجزاء كان منزيمة بالتأكيد وده حدث الشناوي تصدى المودريتش قبل كده إزاي واجه سوارس وده ميزة في الشناوي يعني ميزة مهمة جدا ما بيخافش ما بيخافش العيد الله ينور عليك دي ميزة عظيمة جدا جدا في الشناوي إنه تحت الضغط ما بيخافش خالص يعني لما تيجي تبص البدايته الشناوي سؤل قبل المبارات البرتغال كانت أول مباراة ليه مع منتخب مصر لما عامل غرفة الملابس دخل عليه بيقوله تلبسيه فبقوله متى تسأل الحضري أو الشناوي أحمد الشناوي اللي هو مش هناللي عليها بيقابني فكانت مفاجأة لي فسما بعد 24 ساعة يقدم واحدة من أهم المبارات أمام كوريستانون ورنالد ونجوم برتغال وتكون انطلاقة لمسيرة عظيمة جدا فده بيقولك إنه لا يهاب شيء وده اللي ميزة عن منافسيه في هذا الجيل صحيح وفي تصريحاته زي ما انت قلت في البداية قال إن احنا رحين نقدم جديد معنى كان احنا هنتجاوز المركز التالي إن شاء الله توقعاتك المبارات الجاي هنا بقى التحول الأهلي اللي لعب بلا ضغوط أمام اتحاد جدا الآن تنتقل إليه الضغوط من جديد إنك أصبح طرف مرشح صحيح إن ده بتلعب في لومانسي البرازيل الفريق كبير بأسماء عملاقة وتاريخ ويبقى دائما مرشح أمريكا اللاتينية هو المرشح للصعود للنهاية أمام المرشح الأوروبي لكن بعد العرض القوي قوي 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 أمام اتحاد جدا والنتيجة الكبيرة ممكن نقول إن الحزوز متساوية الضغوط متساوية على الاتنين فبالتالي دي تخلع الصعوبات لكن أنا بشوف إن النادي الأهلي قادر هذه المرة إنه يكون في النهاية وإن حق المدالية جديدة كل توفي طبعا لنادي الأهلي ويشرف الكرة المصرية نشكرك شكرا جزيلا ناقد أرياضي سعيد علي شرفتان شكرا جزيلا شكرا جزيلا